لا يفكر معظم الناس في صحة كليتيهم إلا إذا واجهوا مشكلة يعتبر مرض الكلا واحدا من الأسباب التي تزداد بشكل صامت بين أسباب الوفاة حول العالم الأمر المدهش هو أن 90% من المصابين به لا يدركون حالتهم الكلا هي أعضاء مذهلة تعمل بصمت في الخلفية فهي تصف الفضلات من الدم، تنظم ضغط الدم، وتساهم في إنتاج خلايا الدم ولكن مثل السيارة التي تبدأ بإصدار أصوات غريبة عند تعرضها لمشكلة قد تظهر كليتان علامات تحذيرية عندما تصبح في خطر في هذا الفيديو سأستعرض معكم سبع علامات غير مألوفة قد تشير إلى وجود مشكلة في الكلة وستدهشك العلامة السادسة بشكل خاص لا تفوت المشاهدة حتى النهاية حيث سأقدم أيضا نصائح بسيطة وفعالة للحفاظ على صحة كليتين قبل أن نبدأ، إذا كنت جديدا على القناة ندعوك لدعمنا بالنقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك أحدث فيديوهاتنا دائما هل عانيت أنت أو أي شخص تعرفه من مشاكل في الكلة؟ ومن أي بلد تتابعنا؟ شاركنا تجربتك في التعليقات بعد مشاهدة الفيديو، ضع تعليقا أدناه حتى نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل أولا، البول الرغوي أو الدموي أكثر مؤشر موثوق لمشاكل الكلة يظهر في الحمام التغيرات في نمط التبول أو مظهره هي مثل ضوء فحص المحرك لكليتيك إذا كنت تستيقظ عدة مرات في الليل للتبول أو إذا كان بولك يبدو رغويا مثل بياض البيض المخفوق فذلك يستحق الاهتمام الرغوة ليست مجرد فضول غريب إنها غالبا علامة على أن البروتين يتسرب إلى بولك وهو شيء تمنعه الكلة السليمة الدم في البول هو أيضا علامة تحذير واضحة رغم أن الناس غالبا ما يبتكرون طرقا للإفصاح عنها قد تعزي النساء ذلك إلى الدورة الشهرية وقد يعزوها الرجال إلى تمرين شاق ولكن إلا إذا كنت قد جريت مؤخرا ماراثون أو تعرضت لإصابة فإن وجود الدم في البول عادة ما يعني أن هناك شيئا غير صحيح قد تكون حصوات الكلة أو عدوى أو شيء أكثر خطورة ثانيا التعب ثم هناك التعب ربما يكون أكثر الأعراض المراوغة لأنه من السهل جدا نسبه إلى الحياة الحديثة الجميع متعب أليس كذلك؟ لكن التعب المرتبط بالكلة مختلف عندما لا تعمل كليتاك بشكل صحيح فإنهما لا تنتجان ما يكفي من يوريثروبويتين وهو هرمون يخبر جسمك بإنتاج خلايا الدم الحمراء خلايا الدم الحمراء الأقل تعني أن هناك أقل من الأكسجين يصل إلى الأماكن التي يحتاجها هذا ليس النوع من التعب الذي يزول بعد نوم ليلة جيدة بل هو إرهاق عميق في العظام يجعل حتى المهام البسيطة تبدو مرهقة ثالثا تورم الكاحلين والقدمين انخفاض وظائف الكلة يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوديوم في جسمك مما قد يتسبب في تورم قدميك وكاحليك بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشير التورم في الساقين السفليتين إلى أمراض القلب أو أمراض الكبد أو مشاكل مستمرة في أوردة الساق رابعا ضيق التنفس يربط معظم الناس مشاكل التنفس بالقلب أو الرئتين لكن الكلة الفاشلة يمكن أن تسبب تراكم السوائل في رئتيك قد يجعلك ذلك تشعر وكأنك تغرق خاصة عند الاستلقاء إنها تجربة مرعبة تدفع العديد من الأشخاص للذهاب إلى غرفة الطوارئ حيث يفاجأون عندما يعلمون أن كليتيهم هي السبب خامسا حكة الجلد مشاكل الجلد هي إشارة غير متوقعة أخرى من الكلة الجلد هو بمثابة لافتة إعلانية لما يحدث داخل جسمك عندما لا تقوم الكلة بتصفية الفضلات من دمك بشكل صحيح يمكن أن يسبب ذلك حكة مستمرة وتغيرات في اللون يمكن أن تحدث الحكة عندما تكون الكلة غير قادرة على إزالة السموم بشكل فعال مما يؤدي إلى تراكمها في مجرى الدم هذا التراكم يمكن أن يسبب طفح جلدي أو حكة واسعة النطاق بالإضافة إلى ذلك إذا كانت الكلة تكافح للحفاظ على توازن المعادن والعناصر الغذائية في الجسم مع مرور الوقت فقد يؤدي ذلك إلى أمراض في المعادن والعظام مما قد يجعل جلدك جافا وحاكا سادسا طعم معدني في الفم ورائحة الفم الكريهة ربما يكون أحد الأعراض الأكثر غرابة هو طعم معدني في فمك ورائحة فم كريهة لا تزول مهما غسلته يحدث هذا لأن الكل الفاشلة تسمح بتراكم المنتجات السامة في دمك عندما يتراكم الفضلات في الدم يعرف هذا باسم اليوريا يمكن أن يغير هذا من طعم الطعام ويؤدي إلى رائحة فم كريهة سابعا الدوار وصعوبة التركيز فقر الدم الناجم عن فشل الكلة يعني أن دماغك لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة وصعوبة في التركيز ودوار من فضلك استشر طبيبك للتأكد من أن دوارك ليس مرتبطا بأي مشاكل في الكلة التي يتم علاجك منها حاليا إذا كانت أعراض الدوار والاختلال لا تتحسن مع العلاج القياسي فمن الأفضل أن تطلب تقييما إضافيا من مقدم الرعاية الصحية لفهم المشكلة المحتملة بشكل أفضل والعثور على العلاجات المناسبة أكثر شيء مقلق بشأن مشاكل الكلة هو ارتباطها بمشاكل صحية أخرى شائعة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري فإنك تلعب بالنرد المحمل حوالي 40% من حالات فشل الكلة تبدأ بارتفاع ضغط الدم وواحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بالسكري يصابون بتلف في الكلة هذه الحالات تضر بالأوعية الدموية الصغيرة في الكلة مثل الآلاف من الجروح الصغيرة التي تتراكم في النهاية لتصبح جرحا كبيرة الخبر الجيد هو أن تلفوا الكلة ليس أمرا حتميا مثل العديد من المشاكل الصحية فإن المفتاح هو اكتشافها مبكرا لكن هنا تكمن الحيلة معظم الناس ينتظرون حتى يشعروا بأنهم مريضون جدا قبل زيارة الطبيب مع الكلة هذا يشبه الانتظار حتى يبدأ محرك سيارتك في التدخين قبل أن تقوم بصيانته بحلول ذلك الوقت يكون التلف عادة واسع النطاق ومكلفا للإصلاح ما هي بعض الطرق لمكافحة أمراض الكلة والحفاظ على صحة الكلة؟ الحل مفاجئ وبسيط انتبه إلى علامات التحذير وقم بإجراء فحوصات منتظمة إذا كنت معرضا للخطر فإن شرب الماء يساعد أيضا مثل الزيت لمحرك كوليتيك شرب الماء الدافئ أو الساخن يمكن أن يكون أكثر فائدة في دراسة مرضى الكلة الذين شربوا لترا من الماء الساخن في 30 دقيقة فقط شهد انخفاضا في مستويات الكرياتينين بنسبة 20% وانخفاضا في مستويات اليوريا بنسبة 40% الوضع يطلب منك أن تكون حذرا مع الأدوية الشائعة بعض مسكنات الألم التي تباع دون وصفة طبية قد تضر بكليتيك إذا تناولت الكثير منها يشبه الأمر وضع الوقود غير الصحيح في سيارتك قد تعمل بشكل جيد لبعض الوقت ولكن في النهاية ستواجه مشاكل هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للمضادات الحيوية التي قد تكون ضارة على الكلة إذا كنت تعاني من مشاكل فيها تأكد من إخبار طبيبك إذا كان لديك مشاكل في الكلة قبل وصف أي مضاد حيوي التمارين الرياضي مفيد أيضا وهذا ليس مفاجئا ما يثير الاهتمام هو لماذا يساعد التمرين المنتظم في الحفاظ على ضغط الدم الصحي حيث يعد ضغط الدم أمرا بالغ الأهمية لصحة الكلة لا تحتاج لأن تصبح عداء ماراثون حتى المشي المنتظم يمكن أن يحدث فرقا أظهرت دراسة من عام 2021 أن البالغين الأصحاء عادة ما يمشون بين أربعة آلاف وثمانية عشر ألف خطوة يوميا ويعتبر الهدف الجيد للحفاظ على صحتك هو الوصول إلى عشرة آلاف خطوة يوميا الجسم البشري جيد جدا في التعويض عن الأعضاء الفاشلة والكلة ليست استثناء يمكن للكلة أن تفقد معظم وظائفها قبل أن تظهر مشاكل واضحة وهذا أمر جيد وسيء في نفس الوقت جيد لأنه يعني أننا يمكننا البقاء على قيد الحياة رغم انخفاض وظيفة الكلة ولكنه سيء لأنه يجعل مشاكل الكلة سهلة التجاهل حتى تصبح شديدة أسوأ شيء يمكنك فعله هو تجاهل هذه العلامات أو محاولة التحمل كليتاك لا تهتمان بمدى شجاعتك هما مثل أي آلة أخرى إذا كان هناك خطأ ما يجب إصلاحه كلما عالجت المشكلة مبكرا زادت فرصك في منع الأضرار الجسيمة لذا انتبه لهذه العلامات التحذيرية قد تبدو غريبة أو غير ذات صلة لكنها طريقة جسمك في إخبارك أن هناك شيئا غير صحيح وعندما يتعلق الأمر بالكلة فإن التحذير المبكر غالبا ما يكون الفرق بين تعديل بسيط ومشكلة كبيرة هل سمعت عن هذه العلامات الغريبة لمشاكل الكلة؟ إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا يرجى كتابة نعم في التعليقات أدناه ولا تنسى الإعجاب بالفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل إشعارات التنبيهات حتى لا تفوت مقاطع الفيديو القادمة أتمنى لك يوما رائعا واعتني بكليتيك